شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحملها المصريون جميعا في قلوبهم تقديرا لا ينقضي بعد قادم الزمن وتعاقب الأجيال وينظرون إليها على أنها ضرة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية وهي البقعة التي اختارها المولى سبحانه وتعالى لنزول أولى رسالاته السماوية فمكانتها الدينية والتاريخية لا ينزعها فيها أحد وموقعها الجغرافي الفريد هو ما لفت إليها الأنظار عبر العصور المختلفة فهي ملتقى قرات العالم القديم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب والغرب ترجمة نانسي قنقر